بعد شهر كامل على انقطاع التيار الكهرباء في منطقة التحرير الواقع شرق قضاء بعقوبة بدأت الخسائر تنهال على محمد صاحب هذا المحل ووجد نفسه بين ليلة وضحاها من دون مصدر رزق الانقطاع تعزوه مديرية الكهرباء لأن هذه المنطقة مسجلة ضمن الأراضي ذات الصفة الزراعية وليست السكنية لذا يتوجب على الأهل تحمل مصاريف شراء محولة الكهرباء التي كانت السبب في انقطاع التيار راح أعزل محلية هذه المواد تلفت كلها ذابها ذيت شيء ذابها وراح أعزل وامشي شسوا يعني كهرباء ماكو أهل المنطقة بدورهم أكدوا أنهم يدفعون جبايات الكهرباء بشكل دوري أسوة بباقي مناطق المحافظة من أجل تأمين التيار الكهربائي وصيانته إلا أن كوادر المديرية يستثنوها من أعمال الصيانة مما يضطر الأهالي إلى تحمل نفقات الصيانة على حسابهم الخاصة ننتجي ذلك كهرباء كهرباء ماكو فرعين أكو كهرباء فرعين ماكو كهرباء هاي محاولة ضاربة ذيك المحاولة ضاربة يا بصالحون نياهن أنتوا أهل الكهرباء منتذجون تأخذون دجوباية غير الصالحون الكهرباء أنه قال والله مو كيفنا أنتوا ما مشمولين زراعي أنتوا ما مشمولين زيال ليس لا تأخذ جوباية من عندي؟ ليس لا تأخذ جوباية من عندي؟ أنا مشمول لو ما مشمول فلش بيت وطلعني من نايلة خليني تأكيدات بوجود أكثر من مئة منطقة في ديالة تتشابه بجنس الأرض فضلا عن أعمال تجريف وتحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية وسط دعوات للجهات المعنية بضرورة توفير الخدمات إلى هذه المناطق وعدم تحويل جنسها من الأساس حولها ما تفيد ما تصلاح لازم تروحون تشترون على حسابكم على حسابكم بيش المحولة بـ 12 مليون هو أزيد زيان هاي العالم كلها هي كسبة وناس فقراء قادة يعني قوة جايقوة عائلته بالمصرف مال بيته زيان أنه ينطي لفه الميتين أو أزيد منين يجيب هذا؟ ولا تختلف معاناة الأهالي هنا عن بقية المناطق فأينما وجد خلال كهربائي يستمر لأيام وربما لأشهر وخصوصا في المناطق ذات الأصول الزراعية من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة